اشتركوا في القناة في راكب العمرة التي هدها المد والجزرة لتبدأ رحلة الصيد من قارب خشبي تجمع له الأموال ليرمى في البحر غير أن المطالب على القارب الجديد ربما يكون فاتحة مطالب أخرى للصيانة عاديات الزمان والأمواج لترهق أصحاب تلك القوارب بالصيانة الدورية عادة ما تعرف بالمراشمة والقلفطة حتى تبحر تلك القوارب بسلام عون الله ورعايته هو ما يعلق عليه الصيادون شباك الحظ ولقمة العيش الكريم فبين فتحات تلك الشباك وأحجامها وأشكالها وأطوالها تكمن متعة الانتظار لأسماك هي الأخرى تعلمت أسلوب المراوغة والحيلة كريات البحر وأشواقه تنسي الصيادين ولول زمن قصير معاناة الوحدة والليالي الشتاء الباردة يستدفئون بعمق المفردة وأسلوبها المميز في غناء يتناسب وانسياب الماء على البحر على البحر ما فايدا فيما نعمل للاحل سريا هذا الإيقاع تحكمه ظروف المهنة والتجوال وانسيابية الأمواج بين العلو والانخفاض لتنسجم سنفونية الغناء صعودا وخبوطا وليأخذ الغناء والموسيقى لونا وطعما مختلفا يعشق أهل البحر الأحمر أسماك الشعاب المرجانية التي تتميز بالألوان الجذابة والطعم المميز والقيمة الغذائية العالية خاصة وأنها تضحى على الطبيعة برقة السماكة التي يعود تأسيسها إلى محمد عبدالله الشرقي اتخذت لنفسها لونية ومكانة دخلت قلوب الناس ومع مساهماتها المحدودة على مستوى التمثيل الخارجي فإنها ما زالت تطرب أجيال الساحل والبحر بعمال قل ما توصف بها أنها متميزة